وفي المقابل كنت باكتشف انه بيكلم علي بنات لما وجهته كذا مرة كان بيقولي دول اصدقاء عادي من ايام الدراسة ده غير الهزار اللي كان زايد عن الحد مع بنات عماته ومنهم اللي كانت بتمد ايدها عليه قدامي بالهزار ولا كأني موجودة او عندي مشاعر كان لما يتخانق معايا يقلع الدبلة من ايده مايرضاش يلبسها كان بيشلها في البيت وساعات كان يخصمني بالعشر تيام ولا يسأل حتى عاملة ايه انا كنت بنهار بافضل اعيط بسأل نفسي ازاي خطيبي ما يسألش علي كذا مرة اتعب واروح المستشفى حط محليل وعلق محليل كانش بيبقى عارف وكتير كنت بشوفه من البلكونة وواف بيهزر مع صحابه بيخرج بيروح افراح ولا كأني في حياته لما كنت اكلم مامته اشتكلها تقولي ده بيغير عليك يا ايه تي ما تعرفيش هو عمل ايه عشان يغدك ده تخانق مع ابو عشانك ده بيحبك يا عبيطة وانتي مش كل حاجة تحكيها له يبقي خبي عليه وساعات تانية لما يتخانق معايا كان بيهددني على طول بابو ويقولي انا هروح افشكلها روح اقوله فاشك الخطوبة كلها عام انا تعبت ومش هكمل تتفاشك الخطوبة بقى من دلوقتي احسن ما نتجوز وتتطلقي انا تعبت في الشقة والعفش مش عايز اخسر لما اختي تيجي تكلمه عشان تصلحنا كان يقولها انا دي اخت صاحبي الخطوبة معمولة للتعارف واحنا مافهمناش بعض كان كلامه بيوجعني قوي دايما طلع بعائلته والسماء كأن مفيش غيرهم في الارض وانا يقعد ينتقد فيا في كل حاجة كان بينتقد في اهلي واخواتي وجواز اخواتي كانش بيعجبه اي حد كأن مفيش غيره